بسم الله الرحمن الرحيم معكم دكتور احمد صلاح ان شاء الله النهاردة هنكمل البرت التاني لحل امتحان 2022 الخاصة بي بلوك LGIT طيب زي ما احنا متعودين احنا بنحل السؤال علشان نراجع مش بنحل السؤال علشان نعرف الاجابة فاركز معاه في المراجع واركز في المعلومات اللي بنأكد عليها طيب احنا كنا قفين عند السؤال رقم 15 في السؤال رقم 15 بيقولك ده شخص عنده 47 سنة هو اصلا من تايلاند وجاي ليه الهوزبيتل بنانس بسفك ابر اب دومينال بين وزمايلد انترميتنت ديارية يبقى عنده اسهال واجع في بطن حلو لما عملت له كلينيكال اجزاميناشن لقيت هباته ميجلي ليفر انلارجمنت هباته ميجلي طيب وليستوليس بسم من اول هنا بقى بيبدأ هيبدأ يكلمك عن الحاجة اللي جاي طيب وليستوليس بسم من وز كوليكتد اندسيند فور اجزاميناشن اصمول ابركيوليتد اج يعني ايه كلمة ابركيوليتد اج ابركيوليتد اج يبقى انت على طول بتتكلم عن تريماتوت اكدهلك فلسك شيب يعني كبيرة كده البضا كبيرة كده تمام وصفة ويند انزافيس اوفزابيشا طيب انا عايز اسأل سؤال ده عامل liver enlargement يبقى هو من البرازاتس بتاعت الليفر هتقولي ما هو عامل ضيارية وعمل ابدومن البين اه ما احنا الاتريماتوت او الفلق اليد ايدان بتاعت الليفر بتيجي من الانتستين يعني هي الاصل بتنزل في الانتستين وبعد كده تعمل ميجريشن للبريتونية ثم تخش الليفر فوهي في الانتستين هتعمل لي شوية ايه ضيارية عادي خلص وهي وبركيوليتجي على طول انCOM طيب مناحد على اختر ايه من من اسمها ديięcyale دي بتاعت الاسمول انتستين وبالنسبة للضيفيل البوسريم دي برضو بتاعت اسمول انتستين وبالنسبة للفاشيليبسيس بسكاي دي برضو من الانتستينل تريمتوت الطب بنسبه للكلونيركس سينانسويس يبقى من الليفر تريماتود عن الطريق و الفشولة هباتك landscapes يبقى دي بتاعة البنية هبات يبقى اه احد اجام senator ايه من اللي ما روا في القوليتياتIC هذا هذا اجام الي فلاسك شبية اللي خفت تبقى فلاسك الشبه دكتور هي الكولونيركس سننسيز طيب حتة كده من منهك سنة اولى اللي هي التجميع ده عايزك تعرفه اللي هي بتاعت التريماتود من بتاع الليفر قلنا فشولة هيباتيكا فشولة جايجانتيكا الدكروسيليم دي مش عندك الكولونيركس سننسيز معاك بالنسبة للإنتستين معاك الهتيروفيس ومعاك الفاشيوليبسس دي برضو ما مشتبعك قوي بس عارفها الميتا جونيموس طيب البالموناري والبلاد مش معاك بس عارف ان بتاعت البلاد هي الشستوزومة بأنواح ماتوبيا مومنسوني وجابونيسي وكما ممكن تدخل الليفر ممكن بتعمل الشستوزوميز في الليفر بس احنا بنتكلم على الأشهر طيب نجي بعد كده لحتة السننس انا عندي اوه فلاسك شيب ايج دي كانت بتاعت مين؟ بتاعت الشاينيز ليفر فلاك تمام؟ برضو بنعرف فيها البارا فوسرولاس اللي هو السنيل اسم السنيل مهم وان هي بتجي من الأسماك الانفكتف استيتجي فيها بتبقى الانسستد ميتا سيركري اللي بتدخل جوه اللحمة بتاعت السمكة تمام؟ ببقى فيه فيفر ببقى فيه ضيارية تمام؟ ببقى فيه أبدومين البين وممكن يعمل كمان بنكرياطيتس وبيحب أكتر البايل داكتما البايل كارسينومة والكصص دي طيب نيجي على السؤال اللي بعد which one of the following enzymes is required for the phase 2 biotransformation of the Isonazide as Xenobiotic طبعا الـ Isonazide كان بحصله Acetylation حتى لو تفتكر في سنة أولى كنا بنقول fast acetylator وصله Acetylator الـ Isonazide يعمل في مين أكتر؟ فهيحتاج طبعا الـ Acetyl transferase enzyme وبالنسبة لجزئية Xenobiotic metabolism فحنا قلنا ان الكابد لما بيجي يكسر بيكسر بـ 2 phases phase 1 وهي الـ Hydroxylation عن طريق Cytochrome B450 وبالنسبة لـ phase 2 وهي الـ Conjugation معي كمان الـ Acetylation حاجة مثل الـ Conjugation مثلا كنا بنحتاج الـ Glutathione Transipherase عشان يرجع الـ Reduced Glutathione اللي هعمل بـ Conjugation والـ Acetylation زي التخلص من الـ Isonazide تمام؟ بحتاج فيه الـ Acetyl transferase وفي الـ Methylation بحتاج مثيل donor المثيل transferase عشان يجب للـ SAM الـ S-Adenosyl mesonine تمام؟ ده بيعمل كمثيل دونر طبعا نيجي للسؤالية اللي بعده بولاك الـ Laboratory Diagnosis Subjected due to الشخص ده لو ماجي أشخصه 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 زي طبعا انت هتتخدع تلاقي Stool Examination Stool Examination Stool Examination أه انت مي بقى بقى دور في الـ Stool بس انت كان عندك معلومة في الكتاب بتقولك ان الـ Lever Apsis لما يكون في الـ Lever Apsis معظم الحالات مني كيسس ما بيبقاش في اي Evidence الـ يعني ممكن ما تلاقيش القصة دي أو ما تلاقيش في الـ في الـ في الـ او ما تلاقيش القميبة في الـ تمام؟ فالـ مش هيبقى لكن طبعا احنا عندنا هي اللي ايه؟ هي اللي كويسة زي الـ اللي هو الـ هو جبهولك فإذا انت إلغي كل الإجابات وتعلق للاتنين دول طيب ايه تاني برضو هتلاقيه يعني لو هتقارن بقى مابين الـ ومابين الـ 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 ده ان احنا بنشوف هل في اجسام مضادة لل إلىل لua لاء لان الدم هي اللي هتبقى اكثر حساسية لما بتجي هناك كده ايقولك بلاط بيكتر عش ارش نشوف الـ ان في خلاية او فيه They mo Là a, معبلة فبالنسبة لنا هيبقى احسن من الـ اننا نعمل الـ بنجيب الـ الـ انتجن في الدم ولا لا تمام فرقم سي هي الاصح يبقى ال اي اتش اي اي اللي هو ال افضل من ال استول اجزامنشن لان هو قال لك ففي ال استول اجزامنشن خلاص بيكون عادش في انتميبة في ال انتستن انها تنزل لك سيست او عشان تعملها استول اجزامنشن طبعا لو سأل غير لابورتور دياجنوز نقولنا بقى اكس ري والسيتي والحاجات دي كنت هتوضح اكتر طيب نيجي بعد كده ولكن تحويل الانكونجيوجيتد بالروبن انتو كونجيوجيتد اصدن باي زفولوينج انزيم يعني اظن سؤال زي دوت مش محتاج حتى ان انت تكون مذاكر اي حاج احنا بنقول بيحصلوا كونجيوجيشن وكونجيوجيشن بيتم عني بالجلوكرونيديشن دي اكتر حاجة فطبعا اليو دي بي جلوكرونيل ترانسفريز اللي هنالجلوكرونيل دهوت على الانكونجيوجيتد علشان يبقى كونجيوجيتد يبقى رقم ايه هي الاجابة الصحية بالنسبة لي برضو في المحاضرة دي كان في شوية تفاعلات كده اللي هو ايه من الاول خالص الاول خالص اه ان انا علشان اصنع كان الكيلورجيلاتر الانزيم هو الهيموكسوجينيز الهيموكسوجينيز اللي بيحاول البروتو بورفيرن رنج الى بيليفيردين وبعد كده البليفيردين يتحول الانكونجيوجيتد بيليفيردين بيليفيردين ريداكتيز فالكريجيلاتر انزيم هو الهيموكسوجينيز دي بساعات بيتيجي في عملية الايه البليوروبين فورميشي بعد كده بحاول الانكونجيوجيتد الى كونجيوجيتد بلييدو بيجليوكرونيل ترانسفيريز و بحتاج الكلورونيك اسيد طبعا تمام؟ بيتشال فالسيرم و الماخد المكلام ده في البرت الأولاني في الهيميموهمين لما يجي يدخل الليبر يرتبط بيصامها الليجندن بقى الليجندن ده وهو داخل الليور يججي يقولك متشال فالسيرم بالليجندن يقوللي غلط الهيمويمين هو اللي شايله في السيرم تمام؟ بعد كده بقى بيبدأ ينزل في الاندستين الاندستين البكتيريا ساعتها بتاخده وطبعا بحصله اكسيكريشن في البايد وبقولك كمان الاكسيكريشن اكتف يعني بحتاج ايه انرجي والاندستين البكتيريا بتعمل ايه بقى بقولك بتعمل دي كونجوجيشن تاني تفصلهم عن بعض تاني فتطلع البلوروبين وتحول البلوروبين الى يورو بلينوجين اليورو بلينوجين ده لما بيمتص بيرجع يخرج في الكليا يخرج في اليورين من خلال الكليا فلما يقولك الانكونجوجيتد بلوروبين هينزل في الكليا اقول له ازاي عشان ينزل في الكليا لازم ان ينزل الاندستين الاول وبعد كده يطلع وطبعا ما نزل الاندستين يبقى هو عدى على الليفر وحصل له كونجوجيشن طب اللي بيكمل زي ما هو بيبقى حاجة اسمها الاستيركوبلين والاستيركوبلين ده هوت بيدي اللون البني للفيسس برضه في المحاضرة دي مهم جدا انت اعرف لي الفرق بين التلات مشاكل بتوعي اللي هما يا دكتور اللي هما الهيموليتك جوندس اللي هي بنسميها البريهيباتيك جوندس قبل الليفر الليفر مالوش دخل انت اللي عملت قصر اربيسس بكميات كبيرة جدا فبقولك هنا بتلاقي اليورو بلينوجين زايد وبتلاقي الانكونجوجيتد بيلوروبين زايد لكن الكونجوجيتد نورمل لان الليفر بيعمل كنجوجيشن لكمية معينة وينزلها تمام برضو الليفر مفيش في اي مشاكل فهتلاقي انزيمات بتاعة الليفر نورمل لكن في اليورن هتلاقي في زيادة في اليورو بلينوجين ليه? لان كمية الكونجوجيشن اللي انا برميها كتير فاللي بيمتس كتير فاليورو بلينوجين بيمتس مع اللي بيمتصه وينزل في اليوري أما في أهم حاجة في الهيموليتيك إن الان كنجيوجيتد هو اللي زي طب في الوبستراكتف بقى جندس اوبستراكتف يعني الكبت شغال كويس بس مش عارف بعد إما عمل كنجيوجيشن ينزل اللي هو عمله فالان كنجيوجيتد نورمال لكن الكنجيوجيتد عمل يزيد ليه لأن الليفر عمل يراكم جواه هو بيعمله كنجيوجيشن ومش عارف يرميه لإن دي ابستراكتف مشكلة في البيل داكتب فهيزيد الكونجيوجيتد طب لما يزيد الكونجيوجيتد دلوقت انا اسأل سؤال هل الكونجيوجيتد ده هو هو زيت في الدم نزل الانتستن عشان يتحول الى يورو بلينوجين وبعدين يرجع يمتص ينزل البول لأ منزلش فهتلاقي ده قليل او مش موجود ركز وشغل دماغك طيب ويه الليفر انزيم يقولك بتلاقي الالبي والجي البي ماركت انجريز دول بتلاهم زي دي الليفر يقولك فيه مشكلة عندي طيب بالنسبة ليه الهيباتيك بقى ده المشكلة في الليفر فهنا الانكونجيوجيتد زيادة لان الليفر مش رادي ياخده والكونجيوجيتد زيادة لان الليفر اللي بيكونه مش عارف يرميه هو الليفر بايس يعني هو مش قادر يعمل كونجيوجيشن ولو عمل مش بعرف يرميه فبتلاقي الاتنين دول ايه زي دي تعرف على طول ان دي هيباتيك مشكلة في الليفر زي نفسها وطبعا انزيمات الليفر زايدة لان خلاية الليفر تموت وبتلاقي يوروبلونجين برضو مش موجود لانه منزلش الليفر مش عارف يخرجه حتا البلوروبن ما هو انا ما عملتوهش يعني او البلوروبن ذات نفسه موجود في اليورين او بيبقى موجود لان ساعة ما الكونجوجيت يبقى زايد في الدم بينزل في البول في كلمة البلوروبن دي قصده بالكونجوجيت البلوروبن فطالما زايد هينزل في البول فتركز في معلومات الجدول ده وتعرف مين زاد ومين نقص في كل حال وحاول تفهمها ما تحفظهاش شاء لو نسيتها في الامتحان تقدر تجيبها تاني طيب بقولك هنا 17 بتتعالج ببرود اس بيكترام انتبيوتك فيش مشكل طيب براود اس بيكترام انتبيوتك والفترة طويلة بتعالج عدوة متكررة طبعا المضادات الحيوية لما بتستخدم بشكل براود اس بيكترام والمدة طويلة الموت النورمال في لورا فمن اللي بيفوق علي طيب دي سهلة ليه؟ سهلة لان هي كانت واضحة في المحاضرة جدا كان في الكوليستريديم ديفسلاي قيل لك كده ان هي انتبيوتك اسوشيشن اني بصوا كده جرام بوزوتيف اصبور فورمينج ايروبيك رود المست كامون سورس نوزو كوميا الورهوزبتل بيشنت انتبيوتك يعني ناس بتاخد مضادة حيوية في بيشنتري في البوزوتجينيس اذا هو انتبيوتك اسوشيتي تعمل ضيارية فيقول لك انتبيوتك اسوشيتي تاخد انتبيوتك اسوشيتي فجالها اسهال طبعا كرامبس والكسس دي ما فيش منها مشاكل فيبولاك او ميلد توسيفير دايرية فيبولاك او ميلد فيفور سيستيمك توكسيتي بلد وميوكس ويبص في الاستوك الدياجنوزيس الكاليتشار مش نفعل لان دي نورمل في لورا الاستوكسيتي عشان ادور على التوكسيتي استخدم المضادات الحيوية بي حرص ويسكوشان تمام؟ يبقى دي كده بالنسبة للسؤال اللي هو الكوليستريديم دفصلة طيب احب اعرف برضو باقي البكتيريا كده يبقى راجعنا على المايكرو احنا ما جلناش اسئلة مايكرو من زمان بالنسبة للكوليستريديم بيرفورجين احنا قلنا عليها لكن دي الكوليستريديم دفصلة كانت برضو كانت برضو دي برضو بتبقى سبور فورمينج رود وانيروبك حلو مستقامن سخن اطباق لحمة مرة اخرى البيف بقى والكصص دي يبقى دي تجيلك ريهيتد ميت ديش الباصل جينيسيس طبعا لها انتيروتوكسن بيش هم بريد من اربعة من تمانية الربعة عشرين ساعة بعد الاكل على طول اتعب الديوريشن اف سيمتمس بقى اقل من اربعة عشرين ساعة وهي سلف ليمتد مفيش فيها اي مشاكل يبقى دي كده بالنسبة للايه يبقى قالك كلمة بيرفورجين تقوله على طول كلمك عندي في صلاي يقوله انتبايتك السوشيات الضيارية دي المعلومة المهمة اللي تبقى عارفة عن كل بكتير والجزئية دي برضو مهمة تجي لك سؤال ريتين ايه الارجانزم اللي بتكوز نان انفلاماتوري ديارية في عندي الروتافيروس ودي المستقامه انها تبقى فيرال ديارية ادنوفيروس في عندي الايكولايب انواحها باسوجينك توكسوجينك هيموريجيك وأجريجيتف في عندي الكوليرا فيبروكوليرا والبارا هيموليتيكاس يبقى دي كده ايه احفظه والنوروك فيروس يبقى دي كده فيروسات بتعمل نان انفلاماتوري ديارية طب حاجات بتعمل انفلاماتوري ديارية تلاقي ديسيندري في ميوكاس وفيروس دي عندي الكمبيلوباكتر السلمونيلا الشجيلا يرسينيا انتيروكولا او انتيروكوليتيكا كوليستريديام ديفسولاي تعمل انفلاماتوري ديارية والانتيرو انفيزيف ايكولاي يبقى انفيزيف ايكولاي انفلاماتوري ديارية اما باقي الايكولاي توكسوجينك هيموريجيك اجريجيتف وباسوجينك دي كلها نان انفلاماتوري ديارية ركز في الحتة دي مهمة مهمة جدا 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 طيب بالنسبة للفيبروكوليرا كلمة مهمة جدا تعرفها حتة ان هو بيبقى له بولر في لاجلة مهمة جدا وكومة وبيعمل لي حاجة اسمها شوتينج ستار موتاليتي شوتينج ستار موتاليتي دي تجي لك على طوب كلها نشوفها تحت الميكروسكوب لقيناها شوتينج ستار موتاليتي وحطة بولر في لاجلة دي مهمة قوي برضو بتحب القولون تمام بتعمل لي وطري وطري ضيارية تمام اه بالنسبة للموتاليتي خلاص قلنا شوتينج ستار لها بتاعها باستيموليات الادنال سايكليز تمام فبتعمل لي ضيارية ما فيش انفلاميشن بدي نون انفلاماتوري ضيارية اه نون انفلاماتوري ضيارية المشاكل بتاعتها طبعا في حتة دي هايدريشن اللي هو البروفيوز وطري ضيارية هتعمل دي هايدريشن بعد كده الدياجنوزيس ان هو راح لي انديميك اريا تمام البروفينشن طبعا ان انا ادي فاكسين لها فاكسين طيب بالنسبة للايكولاي برضو سريعا هي الاكتوسفرمنتر جرام نيجاتيف فاكالتتف انيروب اه في منها انواع قلنا اللي بتعمل ترافيلر ديارية اللي هي الانتيروتوكسوجينيك بتعملي عاجة اسمها ترافيلر ديارية الانتيروتوكسوجينيك لها هيت لايبولتوكسن هيت لايبولتوكسن وهيت ستيبولتوكسن بعمل لي الوطر ديارية وهيت ستيبولتوكسن بعمل لي نان انفلاماتور ديارية اه يبقى دي وطر ديارية طيب بالنسبة للانتيروتوكسوجينيك يبقى لو كلمك عن شخص بيسافر يبقى ترافيلر ديارية فوقه الانتيروتوكسوجينيك بقى ده بعمل لي نان انفلاماتور ديارية برضه الترانسيميشن بتاعه فيكو اورل الانكيبشن بريوت بتاعته طويلة شوية يقولك ده السكن ده مستقامن انفانتايل ديارية في الاطفال الصغيرين لانه بدخل يلزق في البللاي يعمل مشاكل في البللاي والمايكرو في اللاي البللاي بتاعته بعمل مشاكل في المايكرو في اللاي بيدمرها بالنسبة برضه اوتري ديارية بالنسبة للانتيرو انفيزيف لا ده بتاع الانفلاماتور ديارية لانه بيينفيد اللارج باول تمام فيفر وكرامبس وبللاده بس ساعة بالنسبة له الهيموروجيك طبعا من اسمه هيموروجيك لك ده بيجي في الهامبورجر اكتر مستقامن طيب فيه الو مية سبعة وخمسين اتش سبعة ببقى له ذيروتوكسن ببقى بعمل لي نان انفلاماتور ديارية بس خد بالك ان فيه شاد بلاض ممكن تبقى موجودين ومتنسى كلمة هامبورجر بلاضي ديارية مفيش فيفر لانه هي نان انفلاماتور وابدو من الكرامبس بولك هتلاقي ممكن يقلب بهموروجيك كولايتس او هيموريتيك يوريميك سندروم هيموريتيك يوريميك سندروم دازنت فرمنت السوربيتول ده مهم لهموروجيك ما بعملش فرمنتشان للسوربيتول و البروجنوزوس بتاعه بولك الانتيبيوتك مي انكريز الريسك اوف هيموريتيك يوروميك سندروم ما تديش هنا انتيبيوتك تمام؟ بالنسبة للانتيرو اجريجيتف اي كولاي بقى هنا دي نان انفلاماتور ضايرية برضو اهم حاجة فيها انها بتعمل بايوفيلم اسمها اجريجيتف فبتعمل بايوفيلم تمام؟ بتعمل بايوفيلم من هو السي هتلاقي الاو والاتش والك انتش بعد كده الشجلة معلومة سريعة عنها برضو دي رود نان موطايل نان لكتوس فرمنتر غرام نيجاتف لو رود نان موطايل نان لكتوس فرمنتر بتلاقيه في الانسان فقط وليها انتيرو توكسن بتعمل انفجن وبتعمل ألسريشن وديزنتري بتعمل انفراماتور داري وليها الشيجا توكسن الشيجا توكسن دي التوكسن بتاعه ممكن نعمليه هوليتك يوروميك سندروم ديارية فرستوطري زن بلدي يبقى ديارية فرستوطري زن بلدي فيفر اكتر من ثمانية وتلاتين يعني هايجريت فيفر ونان موطايل نان لكتوس فرمنتر على طول تروح لمين للشجل على طول تروح لمين للشجل تمام؟ ها بتبقى الور ابدومينال كرامبش وطري ديارية بعد كده هتقلب ببص وبلد فلسطول اللي هو ديزنتري طيب برضو معي سريعا السلمونيلا دي فاكلتاتف جرام نيجاتف رود نان لكتوس فرمنتر اهم حاجة اتشي تو اس برو دكشن سلمونيلا اتشي تو اس برو دكشن هي دي اللي بيتميز سلمونيلا اتشي تو اس برو دكشن انفيدي الميكوزة تعمل انفلاميشن انفلاماتور ديارية تمام؟ تبقى ممكن بلدي وبعمل لها كالتشار في حاجة اسمها الهيكتون اجار طيب نيجي على السؤال اللي بعده بقولك اسروسكلوروتيك 80 years old man اسروسكلوروتيك يعانيه بشكل في المفاصل بشكل عاميه طيب بريتونايتس جاله بريتونايتس فولوينج رابتشار ابندكس كان عنده ابندسايتس والابندكس رابتشار فجاله بريتونايتس البريتونايتس بيبقى بريتونايتس بيبقى بريتونايتس بيبقى بكتاريا مين من دول بيبقى موجود في النورمالفلورا بتاعت الامعاء وبيبقى انيروبك رود جرام نجيته طبعا اول مقال استفيله كوكاي كوكاي دي كوكاي مدورة فخلاص دول بيعدوا عني تمام؟ لانه بقولك رود لسه معي مين؟ ليكولاي ينطبق على الكلام ده جرام نيجيتهконيروبك رود لسه قيلينها حالا طبعا بنيسه بالبكتاريودز فدي برده جرام نيجيته اناروبك بكتيري بس خد بالك من حاجة ان الايكولاي فاكالتتف اناروبك فاكالتتف اناروبك لكن البكتاريودز فراجيلز ديت اناروبك فعلا واساسا احنا اخدين موضوع البريتونايتس وقالين ان البروتونايتس ممكن تبقى سبونتينيوس جاية نتيجة سيروسس او اسايتس او كده او اديوباسيك بتبقى اكتر بالجرام نيكاتيف ارجنزم زي الاي كولاي والستريبت ديت نادر يعني وممكن تبقى سكندري بروتونايتس ودي مستقام ان هي تجي نتيجة اب دوميال توروما اميرجنسي اب دوميال سيرجري باول ديفيكت زي البرفوريشن او الربشر بيبتك الصر بيبتك بتاع كانسر ابندسايتس فار ا وده بيبقى ميكسيد انفكشن يعني عدوى كزا حاجة وبتيجي بالانيروبك نورمال فلورا لها البكتيريويتس او الفاكلتتف انيروب لها الاي كولاي فلما يقول لك انيروبك وشكرا على طولها تختار البكتيريويتس قال لك فاكلتتف انيروب تختار الاي كولاي فالاجابة الصحية هنا تبقى ايه طيب بيقول لك هنا فيزيكال ايجزامنشن اف خمسة واربين ارز دم فلس خالص ماشي سبيدر انجوماس انجوماس سبيدر انجوماس اند يلو كولوريشن اف الاسكن اند الاسكلير كلام جميل طبعا هنا بقى انت هتنسى كل اللي انت زاكرته وهتروح بقى دماغك ايه ده ده سرطانات بقى وشغل عالي ببساطة خالص يلو كولوريشن اف الاسكن وسكليرا يبقى ده جوندس جوندس يبقى دهار على مشكلة في الكابت طب ما فيه تيومر كتيرة لا ده سأخليك في الليفر سيرروزيس ما انت عارفها حناخدنا اصلا حاجة اسمها الايفكت اند كومبليكيشن اف السيرروزيس لما يحصل تليف ايه المشكلة المشكلة دكتور ان بورتال هايبرتنشن بسبب الاوبستراكشن بسبب انستموزيس الايفكت بتاعته هيعمل اسبلينوميجالي هيعمل اصايتس هيعمل سيفي سي اوف البرتال ايريا اللي هي كونجيشن هيعمل لي اوبنينج للانستموزيس هيعمل لي اسوفيجيال فاريسس دهولي من الري كابت ميدوزا اللي هي الاوريدا اللي بتبقى منتفخ في البطن او بايهل اللي هي البواسير كمان على مستوى الاصايتس هتجيب سبب البرتال هايبرتنشن الهايبرو بروتينيمي يبقى ويعمل لي اصايتم كمان ان الليفر فلير او امبرد ليفر فونجشن لها مشاكل كترى جدا هايبو بروتينيمي نقص في البروتيناية ريديوس في الاستروجين وهي دي بقى بتاعت القصة اللي عندنا في السؤال الاستروجين ما عادش بحصل له في الجسم وتالي الاستروجين ده هيعمل جينيكوماستي هيعمل بقى جسم الزكر كأنه انسة هيعمله جينيكوماستي قوله ده انت عندك خصية يعمل ده انها استروجين بتاع الفيميل يبقى تستيكولر أطروفي يقلل البيوبكو والأكزيلاري هير يعمل من استرول ديستاربنس ده على مستوى الفيميل وهايبر بليزيا أوف البريست والإندومتريام بالمر إرزيم وسبايدر نيفايا هيدي سبيدر نيفايا اللي انت بتدهر عليه الى جانب طبعا جوندس ديسكولوريشن والكصص اللي احنا قلنا عليه دي وفيه اخيرا الهباتك انكفالوبسي اللي بيتموت العيان نتيجة انها مش قادرة تخلص من النيتروجين توكسو كومبان فالإجابة هنا هي الهباتك سيروس طيب بنسبة ليه البورتال لبيول اه دخلك بقى في الهستولوجي مشوف ناشي هستولوجي من زمان خلينا رجعلك الجزئية دي وبعد كاتعلا نحل عليها هنا كان عندنا ثلاث أشكال للهباتك لبيول يآم الكلاسيك لبيول اللي هو هو هيكساجونال سوداسي يآم البورتال لبيول اللي هو التراينجلر المثلث يآم الليفر أساناي اللي هو الد UK اللي هو معين ربع الأوجه هذا البورتال من البورتال للبرتال وفي النص يبقى عندينا اللي ايه البورتال تريال من ا Gelмос بالنسبة للهيكساجونال لا السنترال فين هو اللي في النص والأحرف بتاعتها البورتل تراد طب وبالنسبة للدايموند لا بوصل بقى لاتنين ببعض سنترال فين بالبورتل تراد وهدنا ارجع للسنترال فين مرة أخرى طب الكلاسيك ده الهيكساجونال ده قلي بيبقى فيه 6 بورتل تراد على البريفري وان سنترال فين في النص طيب ده أنا بادرس بإيه ده هو الأناتوميكال كلاسفيكيشن بتاع الليفر لتعرف الليفر كأناتومي كويس ولا لا بالنسبة ليه البورتال لبيول وده بدرز بيه اكتر توزيع الدم اللي هو الهيكساجون اللي هو الجاي من البورتال ترايض رايح وبدرز بيه اكتر توزيع الليمف بتاع الليمف ايه اللي هو البيل تمام بنشوف بيه اكتر البيل داكتو بنسبة للبورتال لبيول ده ترينجولر سلاسي طبعا عندنا في السنتر البرتال ايريا وعلى الاطراف تلاتة سيراوندنج كنال تمام ده بدرز بيه الاكزوكراين سيكريشان ده هو الاخراجات بتاعدي طيب بنسبة ليه الهيباتيك اسيناي دي الدياموند شيب دي اللي بعرف بيه توزيع البلات سابلاي في عندنا زون واحد زون اثنين زون تلاتة زون واحد دي القريبة من الفيزلز اللي هي الطرياد دي اكتر منطقة بتاخد اكسوجين بعد كده معي زون اثنين ثم زون تلاتة دي اكتر منطقة عرضة للنيكروزوس والكساس دي فبيقول لي هنا البورتل لبيول بتبقى اوفل اور دايموند قلنا لا ده دي الاسيناي دي الاسيناي نباتيك اسينوس هي اللي بتبقى دايموند على البريفري بنلاقيها باوندد بيه تلاتة بورتل ايريا لا غلط هنا قلنا البورتل لبيول دي عملة تيجي كلش غالي البورتل لبيول ببقى على البريفري سندرال في وفي النص بس واحد بورتل ايريا تبقى الجملة دي برضو غلط طيب الهيباتو سايد كان بي سب ديفايدد انتو تلاتة زون اه تلاتة مناطق بقى هي دي البورتل لبيول فعل انا اسف دا دي الاسيناي برضو لا دي غلط تلاتة مور بروميننت ان انيمل ما اخدناش معلومة زي دي ما اشوف نهاش دي طيب السنتر بتاحها بورتل ايريا اه دي صح 100% حتة المور بروميننت ان انيمل دي اللي هو كان قالك حتة النواب ببقى موجود في الخنزير اللي هي البيج اللي هو الهيكساجونال الشيب اللي هو اللي بيقول الكلاسيك العادي طيب بيقول لي هنا 5 years old child بريزينت تو بيدياترك او ادبيشان كالينيك عنده ديارية اسشييتد ويز انتيك اوف دياري برودكت اللي هو اللبن كلما يشرب لبن كلما يجي له ديارية هي وز دياجنوزز اس اسموتيك ديارية ديوتو اللاكتوز انتولار خلاص صوت شخص ان عنده اللاكتوز انتولار قولك ريجاردنج الابسوربشن فروم الاسمول انتستي يبقى اذا القطع دي مكنش لقية 30 لازم هو يبدأ يسألك عن معلومات الاسمول انتستي وانت تختار للاجابة الصحة الابسوربشن اوف المونوساكرايد اس باي فاصلتات الديفيوجن لا احنا عندنا المونوساكرايد بتمتص بسكندري اكتف ترانسبورد سكندري للسوديوم دي لي المونوساكرايد فالاجابة دي تبقى غلط طيب الكولورايد الابسوربت اكتفلي لا الكولورايد معظم الابسوربشن بتاعه بيبقى باسف بالديفيوجن برضو فدي غلط الفاتز ابسوربت دايريكت لانتو البلات كابلاري برضو دي اجابة خطأ احنا عندنا الدهون بتمتص تدخل الخلية لانتروسايت خلية اللامعة وجوه تستخدم في تكوين مجموعات دهنية اللي هي اللايبو بروتين علشان تبدأ تروح للدم فما بتتجمعش على طول ليا من بقى ليا الكايلو مايكرو طيب البراصولولار روت الزكامون روتفور ابسوربشن غلط براصولولار يعني ما بين الخلايا لا الترانسولولار هو المين روت هو الاساسي او الكامون روت طب الووتر از ابسوربت باي بروسوس اوف ديفيوجن اه المية بتعدي بالاسموزيس اللوات ديفيوجن يبقى الفيسيولوجي مش عايش منك غير قراءة قراءة جيدة للاجابات وعود نفسك وانت بتحل قرأت السؤال فهمت السؤال الاجابات بتتعامل اجابة اجابة يعني تقرأ السؤال الاجابة الاولانية واعتبر ان السؤال بتاعك صح وغلط مش سؤال اختياري فتقرأ الاجابة الاولانية تقول عليها غلط او صح فشلو لو حطيت غلط ما ترجع لهاش تاني ما تشوفهاش تاني انت مش هترجع تقرأ الاسئلة تاني او ترجع الاسئلة نص الدفعة بسقط بسبب ايه؟ بسبب ان انتو بتقرأه يعني بتعملوا الامتحان ان هو امتحان قراءة مش امتحان حل وتفكير ركز وهده كل جملة تقول هي صح ولا غلط قلتها غلط خلاص انا نستها ولكن انا موجودة بقول الاختيارات اربع اختيارات اللي بعدها غلط بقول تلات اختيارات لان انت جاي من السؤال وعايز واحدة صح فلازم انت اطلع على الاربع غلط يعني السؤال مش بقول لك فين الاجابة الصح بقولك فين الاجابة الصح ومين الاربع غلط والاربع الغلط غلط ليه؟ كده انت قرأت السؤال ورجعت ومتأكد منه وديت وقته ان السؤال زي ده خد مني كم في قرأته يعني خد مني خمسين ثانية والمتعام بتاعك ببقى السؤال من 40 لحد دقيقة ونص في المدة بتاعته تمام فركز في الاسئلة طيب نرجع مع بعض جزئية الابسوربشن دي احنا عندنا سريعا كده كان في محاضرة الفيسيولوجي في السكريشن والابسوربشن سريعا بالنسبة للابسوربشن ايه الفاكتورس اللي بتأثر على الابسوربشن دي ممكن تجدك سؤال ردي طيب ايه يا دكتور الفاكتور قال لي والله بص الابسوربشن ده بحتاج ميكوزة سليمة يبقى الفيتاليتي بتاعت الميكوزة الاكسوجين سبلاي لها وكصة دي كلما الليمف كان كويس كلما كان كويس وخاصة للدهون الديجيشن الهضم كلما كان فيه يعني عسر الهضم بيخلي فيه مال عدم امتصاص فكلما كان فيه كلما كان الابسوربشن كويس البيل سولت اللي هي املاح البيل الاندستين الموفمنت كلما كان فيه بلط فلو ولمف فلو وفيه اه يعني احتكاك كونتكت ما بين الاكل والميكوزة كلما كان الكنتراجشن كويس التيموفبسوربشن كلما انت سبت الاكل في المعدة وقت كويس كل او في الامعاء وقت كويس هيمدص بالسهولة الفيسيو كيميكال فاكتور اللي هي بقى كلما المادة كانت كلما المادة كانت تركيزها اعلى تعدي وكذلك معلومية تعدي طب الهرمونات والفيتامين دي بقى بتعتمد على حاجات معينة ان مثلا هرمون زي البرس يريد هرمون يحفز امتصص الكالسيو الفيتامين دي يحفز امتصص الكالسيو وهكذا تمام يبقى دي الفاكتورس تحفظها عنوين كده طيب بالنسبة للميكوز احنا قلنا فيه عندنا طريقين يا اما براسولولر يا اما ترانسسولولر تمام يا اما بامتص من خلال الليمفاتيج زي الدهون اما بامتص فيه البلد كابلة طيب معلومة بقى عن كل حاجة لابسوربشان بتاع المية منلي منلي ببقى ترانسسولولر او بلاسولولر بسبب كلمة اوفيزيس اللي هو الديفيوجن اوف الوطر لك 98% طيب الابسوربشان بتاع الايونات السوديوم قلنا السوديوم بيمر باسف وبياخد معا باقة باقة الحاجات سيكاندري اكتف طيب نيجي للكلور لا والله يا دكتور الكلور بيمتص باسف ابسوربت باسف تمام ابسوربت بالديفيوجن طيب بيتبع السوديوم السوديوم عدة شحنة مجابة هو يروح وراه شحنة سالبة عشان يعدله طيب نسبة ليه البيكربونات قالك بيمتص بإن دايريكتوي يعني إن دايريكتوي بيمتص او بدخل السي او تو ومكان ما بيكون السي او تو داخل خلاص يعني اتشو بيستخدق بيطلع سي او تو السي او تو لما راح للدم بيرجع يتحول داخل الدم الى بايكربونات فبنسمى اكتف ابسوربشن وفي البيكربونات تمام طيب بنسبة للابسوربشن بتاع النيوترنت عند المونوساكرايد قالك والله المونوساكرايد سوديوم جلوكوسكو ليه سكندري اكتف كوترانسبورتر لاسمه الاس جي التي طيب وعلى الفراكتوز مثلا الجلوت فايف برضو سكن دا دا فصلتات الديفيوشن يبقى الوحيد اللي بيمتص بفصلتات الديفيوشن جلوت فايف هو الفراكتوز لكن كل المونوساكرايد جلوكوس 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 اي حاجة تانية بتحتاج الانسولين كمان بيقول لك هوت لا بتحتاج المسلم في داخل الخلايا اقصد هنا بتحتاج سكندري اكتف ترانسبورت تحتاج السوديو لكن الفراكتوز مع نفسه فصلتات الديفيوشن طيب سكندري اكتف ترانسبورت يعني يا دكتور يعني كلمة ابسوربشن كلمة ابسوربشن معناها من فوق من الامعاء تدخل للخلية مش البيزولاترا تمام لو هيسألك على البيزولاترا هيقول لك على البيزولاترا الممبري لكن ابسوربشن ان احنا شدناها من الليومن بتاعنا من التجويف بتاعنا فبنشدها ازاي بنشدها بسكندري اكتف ترانسبورت طيب الابسوربشن قفل بروتين برضو الامينو اسد بسكندري اكتف ترانسبورت مع السوديو عند الاسمول ببطايد والبروتينات والحاجات دي بتحتاج ترانسبورتر معين بس برضو كله اكتف طيب بنسبة للفات ابسوربشن قلنا الفات لما بحصل لها ابسوربشن بتمتص الديودنم والقبر هو الموست فاتي اسد والمونجوليسرا اما حاجات كبيرة شوية زي البيل اسد والكلام ده في الترمينال اليام ترمينال اليام لما يقول لك في الابر قلوا لأ البيل اسد ما تمتصش في الجيجينم او في الابر انتستن لا تمتص في اللور انتستن اللي هو الترمينال اليام الكوليستيرول بيمتص ايه على طول الاسمول انتستن طيب هل تمتص كده مباشرة لك لا لما تمتص بيحصل لها تاني عشان تكون كوتل لكايلو مايكرون لا تبدأ تروح لللمف هي ما تمتص مباشرة للدم بتروح اللمف الاول طيب بنسبة للمنرال والفيتامين قلنا بقى الكالسيوم بحتاج عندنا البرسيروت هرمون والفيتامين دي علشان حفز الامتصاص بتاعه والامتصاص بتاعه بيبقى فاصلتات الديفيوجن ودي الكلمة الاساسية لكن لما بنحب ندخله من الخلاياة بقى اللي هو البيزولاترا فدايما هو الاولاني مش التاني طيب بالنسبة بالنسبة برضو نفس الكلمة انا بمدص الحديد على هيئة فرس اللي هو الحديد السنائي فبحتاج في المعدة يكون في ويحتاج يكون في الاكل فيتامين سي عشان امدص الحديد بشكل كويس بيمدص من خلال هيم كاريير بروتين وان تمام اللي هو الفيريتين عشان اكون ابو فيريتين وبعد كده يدخله الدم يبقى تمام ويبدأ يمشي الفيتامين بي 12 طبعا بحتاج علشان يرتبط بي بيمدص هما الاتنين برضو من الترمين الاليوم تمام فده كده كان السؤال بتاعنا كابسوربشن طيب بيقول لك السؤال اللي بعده ده بيشنت جايلك 60 قوط بيشتكي من يلوش ديما يبقى هو جايب بيشتكي من الليور بايس ففي الوش ديما لقنا ان بيشتكي 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 ده ده قعد يسوحني عشان كده بيقول لك بقى في الكيس دايما ما تكرقش الكيس الاول تعال اكرق السؤال يبقى انت هتتكلم عالبورتهيباتيس تختار واحدة صح عمال الكنسر والشخص اللي كان بيشتكي ده ده دي بقى اسمها اسئلة الكيس اللي هو ما بقولك حنا عايزين نحط كيس مش معنى كلمة كيس انه يحط لك كيس وهو الاسئلة من الكيس زي ما بنلاقي في اسئلة دي لأ برضو في اسئلة تانية اكتر بيبقى السؤال ما ليش دعوا بالكيس هو بس الكيس نحن بنتكلم عن الليفر طب تعالى بقى كلمني عن فدايما مضي عاش وقت في الامتحان تعال على علامة الاستفام والنقطة اللي نقوم ويمشي لحد ما تجيب قول الكلمة هتبدأ تكره بقى طيب واضح هنا ان هو بيكلمني على قدام ولا ورا ولا القصة دي فتعالى احنا نقولها وبعد يكان نروح نهيل انا كان عندي فوق راته البورتالفين كان تقعد تحت الواحد ومرتاع ده البورتالفين طيب يبقى ب ants 안terior طيب بالنسبة الانتيرير القدام الإلذية ومين irty الله قالوا بالنسبة للشريان الإلذية انا الشريان لفت وطالما قلت رايت ولفت بأنا بتكلم دايما انتريور لان اللي قعد تحت الوحده هو البورتال في فبقولك البورتال في انتريور قوله لا غلط الهباتك داقت بوستيريور قوله لا غلط الهباتك ارتري بوستيريور قوله لا غلط وانتريور توزة ليفت طيب على السبيريور سيرفاس لا على الفنترال سيرفاس صح ايه هي دي الإجابة الصحيح تمام؟ وهو مش على السوبيرو هي على الانفيرر سيرفاس او بنسمع لفينتر هالسيرفاس طيب نيجي على السؤال اللي بعده بقولك الإج واللارفا والأدلت هورم كان بيدتكتد مين البرازايت نلاقي فيه إج ولارفا وأدلت ودي كانت معلومة مهمة جدا ومركزين عليه هي دي ما كانتش قطحة قوي في المنهج اللي هي حتة نلاقي إج ولارفا وأدلت في سينجلس طول إجزامينيشن بس يعني هي كانت برضو موجودة يعني ماشي حاجة زي التانية سوليام والترايكوسيفلوس والأسكاريس والتيروفيس انت ملقيش التجمع دي خاض لكن لو رجعت للكابلاريا هتلاقي كان بيقولك انت هتلاقي الإج ولو سيفير انفكشن هتلاقي الأدلت واللارفا موبدي اللي هي هنا هي في الدياجنوزيس بتاعلك كابلاريا بيقولك ان الستول إجزامينيشن هيوضح لك الايه الان امبريونيت ايج ولو في سيفير وطري ديارية هتلاقي اللارفا وهتلاقي الأدلت كامل موجودين فدي معلومة مهمة جدا وهدا السؤال خد بالك اللي بيجي عليها مهمة جدا 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 تمام فالإجابة هنا بتاعته تبقى ايه؟ نكتفي باز القدر والبرتجه ان شاء الله سوف نقميه